قال قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد أنه سحب كامل قواته من رأس العين السورية مشيرا إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاق وقف اطلاق النار ولا تزال تشن هجمات كما أعلنت قصد مقتل 25 شخصا بنيران تركيا والفصائل المولية لها منذ أعلان وقف اطلاق النار في شمال سوريا وأكد مظلوم عبدي أن قوات سوريا الديمقراطية سحبت كامل قواتها من مدينة رأس العين كما تم إخراج عدد من الجرحة من المدينة واليوم تم انسحب كافة القوات مع العدد الباقي من الجرحة مؤكدا أن بهذا الشكل تم الاتزام باتفاق انسحب القوات السورية من بعض المناطق المحددة حسب الاتفاق وثمت مناطق أخرى لا تزال قيد التنفيذ مشيرا أن الدولة التركية من جهتها لم تلتزم باتفاق وقف اطلاق النار ولا تزال تشن الهجمات من موسكو عبر سكايب دكتور عمار قلناه أستاذ العلوم السياسي دكتور عمار أهلا بحضرتك تحياتي سيدة الكريمة ما الذي يضمن مسألة الاتفاقات ومسألة وقف اطلاق النار ووقف هذا العضوان التركي إذا كان الاتفاق المبرم بين تركيا وأنقرة بين عفوا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه نتيجته رغم أن الأكراد ينسحبون الأتراك يقصفونهم أيضا سيدة الكريمة نرى أن اليوم المشهد السوري وخاصة منطقة الشمال هي تأججت من جديد ومن حيث الهدنة باعتقاد أن الأتراك لن يلتزمون بهذه الهدنة ضمن الاتفاق الأمريكي التركي المعلم وذلك أنهم ينطلقون من منطلق قوة حتى في هذا الاتفاق الذي تم مع واشنطن فاليوم الطرف التركي هو معني باستمرار هذه العملية وبسرعتها من جهة وأيضا التخوف من ازدياد الحالة الإنسانية والتي نراها أنها بدأت في الاتفاقم ولكن يوم حيث إلزام تركيا باعتقادي أنه فقط الطرف الأمريكي الذي اليوم باستطاعته إلزام الطرف التركي بهذه الهدنة أو بغيره من الاتفاقات فنرى قرار السياسي في منطقة شرق الفرات منذ البداية كان منعزلا عن اتفاقيات أو إطار أسترنا واليوم الخروج الأمريكي والعودة مرة أخرى كما نرى أن هناك أصوات تتعالى في الكونغرس الأمريكي وأيضا منها حيث العقوبات الأمريكية تجاه أنقرة كل هذه الأمور اليوم ممكن أن ننظر إليها بشكل متكامل وبشكل منظومي وممكن أن تؤثر على القرار التركي أو حتى على الاتفاقية الأمريكية التركية دعني أذهب إلى موسكو قليلا وإلى الموقف الروسي قليلا ثم أعود مرة أخرى لما تقوم به الولايات المتحدة الآن في موسكو أو في روسيا لكيف تجري الأمور ما هي آخر الإجراءات أو آخر التصريحات بشأن ما يحدث في سوريا خصوصا وأن هناك مباحثات ستتم بين بوتين وأردغان وهناك تصريحات صدرت من الجانب الروسي بعدم السماح باشتباكات بين القوات التركية والجيش السوري سيدة الكريمة موسكو منذ البداية وكانت معلنة رسميا عدم رضا وعدم وافقة موسكو على مثل هذه الإجراءات يعني الوحادية هذا يعني من حيث أنه يتخالف يعني يتعارض مع المنظومة القانونية الدولية قائد الدولية حتى ما بين سوريا وتركيا ولكن نعلم أن هناك خصوصية للأرض العسكرية وللمعادلة السياسية الجارية الآن في منطقة الشرق الأوسط وفي سوريا في الدات فكان ممكن القول هناك تقبل أو يعني وعي ضمنيا بأن المصلحة العامة اليوم يعني لتركيا هي الدفاع عن حدودها الإقليمية من جهة ولكن عدم أيضا يعني التوغل ضمن الأراضي السورية ويجب يعني إنهاء هذه العمليات العسكرية بسرعة وقد أعلم يعني كريميل منذ أكثر من يعني في أكثر من منصة أنه يجب العودة إلى اتفاقية أدنى التي يعني وقعت عام 1998 وهي اليوم يعني الورقة ممكن القول يعني الوحيدة التي ممكن يعني أن تضمن المصلحة العامة لطرف السوري طيب ولكن اتفاقية أدنى بتلزم الجانب السوري بالتعاون مع الجانب التركي في حماية الحدود وفي عدم تسلل ما تراهم يعني تركيا بأنهم إرهابيين إلى تركيا هذه هي اتفاقية أدنى دكتور عمار ولكن ليس ضمن اتفاقية أدنى أن يتم تغيير الشكل الديمغرافي أو التغيير هذا التغيير وهذه الإبادة للأكراد في الشمال الشرقي نعم أنا يعني أوافقك وأيضا يعني ممكن أن أضيف أنه كان هناك بندن أيضا أنه يعني يسمح ليه الطرف التركي يعني التدخل أو التوغل فقط لمسافة 5 كيلو مترات ولكن ما توضلت به نعم يعني أنا موافق عليه واليوم المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة التي يريدها يعني أردقان وهناك نعلم أن هناك أمور يعني هي معلنة الهدف من هذه العملية ولكن الأهداف يعني المبيتة فعلا هي تغيير ممكن القول حتى يعني جزئيا نعم صحيح والأخطر من ذلك أنه ليس فقط هو يريد إعادة اللاجئين يعني السوريين لتلك المناطق فاللاجئين هم ليسوا يعني جملهم من هذه المنطقة فاليوم يعني نرى أيضا يعني أردقان يعني يعيد يعني استمرار هذه العملية واستخدام الورقة اللاجئين كورقة ضغط على جميع الأطراف نعم والخطورة يعني بما كان بهذه المسأل يعني عودة اللاجئين اليوم الحديث لا يجري فقط عن اللاجئين المدنيين الذي فعلا يعني هم لجأوا بهدف إنساني منذ البداية ولكن اليوم يعني الحديث يجري عن تنظيمات إرهابية عن أعداد يعني كبيرة جدا والتي هي موجودة الآن في منطقة إدلب فهذه يعني التنظيمات وولاوها الأكبر هو لتركيا فلذلك التخوف اليوم أنه يعني سنحصل على إدلب جديدة ضمن سيطرة تركيا من نوع آخر فهذه يعني المسألة تهدد يعني منظومة الآمن السورية القادمة وأيضا ممكن أن تهدد يعني المعادلة معادلة السياسية القادمة وحيث يعني اللقاء المقبل يعني ما بين أردقان وفوتن باعتقاد أن هذه المرأة يعني هذه المسألة سوف تطرح وباعتقاد أيضا يعني سوف تطرح من خلال يعني إطار أستنى لأننا نرى اليوم يعني هذا الإطار جرى يعني ممكن قول بطيئة نسبيا ولكنه الإطار الوحيد الذي حقق يعني نتائج فعلية على الأرض من خلال مناطق خفض التصعيد فاليوم يعني نرى أن هناك أزمة جديدة أزمة عسكرية وهذا ما يتخالف يعني مع النهج الروسي يعني المتطلب الروسي وهو يعني بدء العملية السياسية وكما نعلم أن اللجنة الدستورية يعني قد شكلت وهي ممكن أن تكون الخطوة الأخولة الفعلية لهذه المعادلة القادمة نعم بشكرك جزيلي شكري دكتور عمار دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر سكايب من موسكو ترجمة نانسي قنقر